فور انطلاق العمليات الإرهابية التي استهدفت العاصمة الفرنسية باريس انهمكت كل مؤسسات الدولة والعالم أجمع بتطويق الاعتداء ومعالجة مفعيله واتخاذ القرارات اللازمة حتى تتمكن فرنسا وكل دولة معنية من حماية شعبها من أي اعتداءات لاحقة وفي الصياق بدأ الحديث يتردد عن استعادة مصطلح الحرب على الإرهاب ترفض ممثلة فرنسيين انتشار في لبنان وسوريا النائب الفرنسي الرديفة فابيان بلينو أبي راميا ان تأخذ هذه الحرب شعارات مناهضة للإسلام فالمسلمون هم أول ضحايا داعش كما تؤكد من بين الأصوات الغاضبة الكثيرة في فرنسا التي تدعو إلى تعزيز معسكرات الحرب برز موقف هادئ لرئيس الحكومة الفرنسية السابق دومينيك دوفيلبان الذي حذر من الإنجرار إلى مزيد من الاقتتال المسلح مفضلا تكثيف الجهود نحو تجفيف منابع الإرهابيين الذين يتكاثرون نتيجة التهميش والفقر الذي يتكاثرون أن تحمل كلمة منابع شنك أنه لا يلتكاثرون لحق ذلك أعتاد انهاء القرى أمور تهب الشطر نحوة نعيب القرارة منذينك أنه يريد قليلاه أنه يبقين من المقبل أفتير منها قبل يحباً منها في تهبارة من المليكين تحباً به شراء و يقول الأنقام لا يريدك و فيما أنه بغم يفعله لكن فيه في شيء عديد طريقاً لم تترك بارية إن ورسالة طريقة سمع الناس ب Millionطة و места ستقولاً تستمع بلينو أبيراميا إلى كلام دويلبان مؤكدة أنها تتمنى أن تغير الحكومة الفرنسية سياساتها الخارجية وخصوصا في شأن سوريا تتمنى أن لا تعيد منها وهالاتبال نبود أن تتمنون يأغير الحكومة لكنها تتمنى أن تتمنى أن دعويل من تحديثون من الواحدة يضطعون تحديثون من كل شيء يمكن أن تساعد طرق أن تتمنى أن نعلم تحديثون من الواحدة تحتاج أنها تقديمه لأنها تحتاجون من هناك يجب أنها فعله مشكلتا لذيقال أنها تفعل ايضا لكنها تعلق ليهجب أن ي ت препزن من رأيزا يجب أنها تتمنى يراقب اللبنانيون الحركة الفرنسية والدولية لمواجهة الأخطار التي تتهدد الوطن والناس وقرارات إغلاق الحدود وأعلان حال التوارئ القصوى فيما سلطتهم في لبنان تتلهى بنظم الأشعار الوطنية والرد على برقيات التعزية التي تأتيهم من أولياء أمرهم في العالم حتى إن الحكومة لم تجتمع إطلاقا لاتخاذ أي قرار ولو من باب أن تقي نفسها مسؤولية دماء الناس السائل على الأرض مفضلة نأيها بنفسها عن أمنهم وأمانهم شاد غصن قناة الجديد